ايكم معكم عبودينة من دليل سليع لبيت الشاهي الجماعة الجدد اللي جايين للعبة مؤخرا واضح انه عندهم نوع من اللخبطة في موضوع بيت الشاهي هذا فبيت الشاهي عشان انت تشتري من عنده لازم لك غلوري الغلوري عشان تتحصل عليه عندك ثلاثة طرق يا تساعد الناس اونلاين يا تكتل الرفنانس اللي هي القبور والحمرة اللي موجودة وانت تلعب يا طبعا هذي الطريقة جدا غير فعالة لموضوع الجلوري لانه يطيق جلوري جدا قليل هو يبيع الشي هنا بمية وتمانين ومينتين واربعين وثلاثة ألاف فاذا الرفنانس اللي واحد هيطيك مية ولا خمسة وسبعين ولا ايش مكان تبارك تكتل خمسمية ترفنانس بس عشان انت تتحصل على واحدة من الجلوري الطريقة الرابعة انك انت او الطريقة الثالثة انك انت تتبرع للكلان هنا عن طريق لما تروح الكلان باتل تعمل دونات للكلان حقك ماذرة الطريقة الخامسة انك انت تتحصل على الباست ريوردز من الكلان اوكي طبعا انتوا زي ما انتم شايفين انا كنت الدر في الكلان حقي ما نعارف ايش بمستوى ينخفضي ممكن عشاني ما قاعد ألعب اللعبة واخد الكلان ريوردز بس انت تبقى كل اسبوع اعظم كل اثنين اذا ما نيغلطان كل اثنين الساعة 12 او ما نعارف بالضبط متى بس كل اثنين تتجدد هذي امديك تيجي تاخدها مرتانية اذا ما اخدتها في الاسبوع نفسه ما يعطوكيها يعني وانت تاخد حقة الريوردز حقة الاسبوع ده تاخدها الاسبوع اللي بعده خلوا بالكم هذا الموضوع يعني لما تضغط على كلام بات الريزولت وتلاقي انك انت المخيم حقك فاز ما حتتحصل على الفوز النتيجة ما حتطلع فايز هنا لما تيجي ريسيف فاست ريوردز اخد او تلقى الريوردز الماضية ما حتاخدها حاليا لا حتاخدها الاسبوع اللي بعده اللي انت حتاخدها حاليا هي حق الاسبوع اللي فات طيب فهذه خمسة حالات اللي انت ممكن تتحصل منها بالنسبة للترانسفر الكلانز اللي موجودة طبعا انت ممكن تختار اي كلان حسب البناء حقتك كل كلان لها فايدة معينة لها طريقة معينة لها درع معينة احيانا ما صعب فيه كتير خمسين او ستين واحدة صعبة شرحي ولا حيقعد ساعة الفيديو الى ما خلصها كلها لكن بالنسبة لي اهم كلانز الهوند اللي انا حاليا موجود فيها عندك اقل شيء اربع في المية في مستوى صفر في الكلان 14% زيادة في الاكتيف سكل طبعا خلاص قلنا فاهمين اش يعني ميلي واش يعني اكتيف سكل ميلي اللي هو كل شيء اكتيف سكل هي بس السكلز اللي موجودة في الشجرة بينما الميلي ضربة المربع وضربة المثلة وضربة الكويكاتاك هو ضربة مربع وسترونكاتاك هو ضربة المثلة عشان خلاص ما عاد نقعد كل شويه نشرح احنا اش هو اكتيف سكل وش هو ميلي دامج تمام يقول لك زيادة 5% هذي التاكيناكا برضو حلوة زيادة 5% في الضرر لما الخصم يكون عليه حاجة سلبية وعندك هنا كمان زيادة 7% في الضرر الكي بالنسبة للأكتف سكيل حقتك فاشياء زي الفاس عندك في عندك كمان حق الكلان حق الكريتيكل فيه كلان حق التونفا نستخدمها مع التونفا فيه كلان حق النينجا وكلان حق الأمنيو ماجيك هذي أهم الكلانات اللي موجودة طبعا فيه كلان حق الستامنة برضو لو بنائك معتمد على استامنة نسينا من نغير والله لما سوينا بالأبسيديا كان لازم نغير على كلان هذي حق الستامنة دوبني شوفني شوفوني دوبني فذكرت عندك هذي كلان حق الامريتا بزعبش هذي كلان دفاعية شوي وتزود لك 10% في الامريتا كلان تفريم وكلان دفاع في نفس الوقت فأقول كلان على حسب البناء على حسب انت اشتبه فيه حتى كلان حق اللك لو تبقى شي تبقى تفرر من لك تعطيك لك كريتيكل لما تكون موجودة هنا زائد 40 لما يكون وباكستاب دامج 7% الضرر من الخلف 7% هذي مرة كويسة مع كينغو او او مع ايش كان اسمه هذاك السيف الدرق مع السوالو تيل فاختار الكلان المناسبة للبناء حقك بالنسبة للتبرع للكلان طبعا هنا الكلان حقا الهوندا تبغى عندها special reward الكونديشن انك انت تتبرع بدر warrior of the east فيمكن ممكن تروح تفرر warrior of the east من المرحلة حقه هوندا تمام وعندهم reward تختلف كل يوم اليوم يبغو light armor فانا لو جيت هنا ان شاء الله بس light armor اللي انا حاطيهم يا ما يكون فيلو شي كويس فيلو نجمة تنتقل ولا حاجة كويسة كده ححتاجها عموما انا ما توقع يعني حلعب يعني سويت كل جفاء التخزين فاحنا لو عطيناهم light armor شوف كم جلوري عندنا هنا في اليمين اه الى الان 1500 جلوري تقريبا قاديني اطوني تمام فانا كل ما اتبرعت بlight armor طبعا هيكون عليه الاشياء اللي هم يبغوها هيكون عليه علامة زرق كده زي الكيس فيلو زي حرف الفي ازرق هذا معناته انه الكلان تبغى تبغى الشيذة انا ممكن اتبرع لهم بذا كله اه ازداد حقي الجلوري زي ما انتم شايفين وازداد حتى يزداد نسبة ازداد الرانك حقك في الكلان لو تضغط هنا R2 شوفوني صرت اقرب من من الرتبة اللي بعدها اللي هي ايش الرتبة اللي بعدها كلان فيفر بوزيشن انا حاليا ايش حصير الله اعلم لموصل 120 الف بس انا قربت وصار عندي جلوري اكتر تمام وبس والله يا خواني هذا كله اللي احنا نقدر نقوله على الكلان هذا لما يكون عندك شيء انت ما انت متأكد ايش يكون مكفول كده يكون لونه رمادي من تعرف ايش قيمته ايش لونه تيجي تعطيه هذا يعمل لك زي التقييم له هذه زي ما انتم شايفين تعطيك 270 سبلندور سمبليسيتي واكس اكس 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 واحدة لها علاقة بالذهب واحدة لها علاقة بنسبة طرح ادوات الشاهي اللي هي هذه الاكواب حق الشاهي اللي انت قاعد تستخدمها السبلندور اذا ما انا غلطان له علاقة باللق فانت لو تيجي على الحات حقك حتلاحظوا انه في الحات حقي هنا انا منظم ريمود الحات حتروح لتي يوتنسل هذا اهم شي في الموضوع انا منظمه انه يكون سبلندور على شي عشان يصير لك على شي تمام ف use recommended placement فممكن تقول له انت where overall total is heights بحيث انه ينظمها لاحظوا انه المني ارتفع حيرتفع لسبعة ونص والتي وتنسل حيرتفع الطرح لعشرة في المية بينما اللق حينزو سبعن قاط هنا لا السبلندور انا هذي اللي انا عاملها ابناء ابغى لك حق يكون على شي ف هذه فايدة من ادوات الشاهي في الياه ما منها فايدة ثاني وممكن تبيحها للمنسمه ده تنباع بسعر عالي او تتبرع بها بعض الكلانز يطلبوها تشوف الواحدة منها تنباع بستين الف اربعمائة الف هذه عشانها خضرة ثمامائة الف مليون وميتين مليون ونص ف عموما انت لو انت احنا لعبنا قعدنا نلعب سنة اللعبة هذي فلا تستغرب من الارقام اللي انت قاعد تشوفها في التخديم هنا او في او في الشاشة قدامك فبعد ما تبيح حاجات كتير يعني هتوصل هتوصل الذهب حقك الماكسيموم وحتى لو ما وصلتوا الماكسيموم الذهب بعد صعوبة الساموراي ما هيكون في عندك فيه لهم مشكلة بسبب اكواب الشاهي هذه اللي هتجيك الكثير اللي انت عتبيها دائما قبل ما تبيع روح تأكد انك انت حطيت كل السبلندور العالي في بيت الشاهي بعدين بيحها كلها ما في مشكلة انا بالنسبة لي ما يهمني نسبة الطرحة قد اكواب الشاهي قد ما اني اركز على موضوع اللق طيب كده احنا نخلص هذا الدليل اخوان كما خدناني شرح سبع دقائق طيب ما في مشكلة سبع دقائق اهوة من المرة الفات اتخذ مني 13 دقيقة لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايب طبعا هذه ثاني مرة انا اسجل الفيديو ما عجبني انه قاعد اسجل و 13 دقيقة والحسيتها مرة طويلة لا تنسونا من لايك وشير وسبسكرايك معكم عبوديني التنقرأكم عبوديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته